الخير وأهله درجات والشر وأهله دركات وشتان ما بينهما فكيف بمن كان من شر الناس فمنهم الفاحش البديء فقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه ومن شر الناس المنافق المتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وإنما كان ذو الوجهين شر الناس لأنه منافق مخادع يأتي كل طائفة بما يرضيها وهي مداهنة محرمة ومنهم النمامون الذين يفسدون بين الناس ويلقون العداوة بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنات أن يسعون للوقيعة بين المتحابين بالنميمة حتى يفرق بينهم ويعتدي بعضهم على بعض وشر الأزواج من يفشي أسرار زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ومن شر الناس الفاسق طويل العمر لأنه يزداد كل يوم سيئات قيل يا رسول الله أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله ومنهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه يمرقون أي يخرجون من الإسلام مروق السام من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ومن كان لا يرجى خيره ولا يأمن الناس شره فهو من شر الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره